والحديث أكثر حول هذا الموضوع أسعد باستضافة المدير العام لشركة تسيير واستغلال المحطة البرية لنقل المسافرين السيد عزدين بوشهيدة صباحك سعيد صباحك يا سعد نعم بداية يعني ربما نحن في اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك ربما ما هي عدد الرحلات اللي برمجتوها وعدد الحافلات اللي رصدتوها للنقل المسافرين ويعني توفير النقل المسافرين نعم أولا نقول من خلالكم لكل شعب الجزائري عيد سعيد صح عيد كل عام تبخير وكل عام وأنتم بخير إذا كانت تكلمنا عن النقل بصفة عامة خلال يوم العيد أنا نرجع إلى العشر أيام الأخيرة لأن العمل اللي قمنا به خلال العشر أيام الأخيرة لشهر رمضان الكريم يعني هو عمل كبير لا ينكره إلا جاهد عدد المسافرين اللي خلال هذا الأسبوع الأخير تجاوز 165 ألف مسافر اللي انقلنا هذا في المسافات ما بين الولايات هذه العملية تمت طبعا بتضافر جهود كل عمالنا وكل الشركاء في عملية النقل من مديرين ولائيين للنقل طبعا بمرافقة الوزارة ووزارة الأشغال العمومية والنقل وكذلك الناقلين وعمال المحطات البرية هؤلاء العمال اللي نقول أنهم فيهم عمال اللي جاوزوا عدد ساعات العمل 16 ساعة في اليوم عدد المسافرين كما ذكرت خلال الأسبوع الأخير هو 165 ألف مسافر بمعدل أكثر من 5000 رحلة تكلمت على الأسبوع الأخير هذا اللي الآن رح نشيء اللي كنا نشاهدوه الآن ربما فيها عائلات يعني علاقة أمس بالمحطة ربما ما تعليقك يعني هذا النقطة تعليقنا هو نبدأ من آخر روبرتاج يقول أنه عدد أولا عدد المسافرين يكاد يكون معدوم عدد المسافرين يكاد ومع هذا بالأمس فقط في اليوم الأول لعيد الفطر يعني جاوزنا 140 رحلة في السابق كنا في سائل الأيام في البرنامج العادي كنا نجاوزه 800 حتى 900 رحلة ولكن أمس هو يوم غير عادي بالنسبة للمحطات البري يعني معدوم عدد المسافرين مكاش مسافرين ومع هذا وفرنا للولايات للولايات يعني الطاولة أننا نلاحظ أنه المواطن اللي كان يتكلم على ولاية وهران ربما ولاية وهران أو كان يتكلم على حاسي بعبع نعم الجلفة نعم لأنه المواطنين بصفة عامة في السابق يعني في البرنامج العادي نعم كان عندنا نعطيك على سبيل المثال ولاية زيوزو مثلا فقط هذا مثال أنه عندنا في كل 14 دقيقة عندنا خمس رحلات في 14 دقيقة تعود المواطن أنه يدخل المحطة البرية مباشرة يقتل يتذكيره ويروح نعم لكن من ناحية لارونطا بيديتي بالنسبة للناقل لصاحب الحافلة ما نقدرش نسخر حافلة لمواطن واحد يعني حافلة متكونة من خمسين مقعد يعني حتى من ناحية من ناحية الإشارج تعال ناقل لأنه حتى يدي رام بلان تعال الموضوط بزوجملين ويتنقل بمسافر واحد هذا يعني غير منطقي ومع هذا خذينا لعاتقنا هذه الأمور نعطيك على سبيل المثال بالأمس طريقة العمل كيفاش كانت كانت مثلا نحن مثلا هناك رحلات لبرمجناها لقسمطينة لتبسة العنابة الويدسوف الغرداية الورقلة حاسم سعود هذه الرحلات يعني يخذ معاهم المسافرين يعني يكونوا في الأمام يعني في الأمام التنيران في نفس الاتجاه بمعنى أنه مثلا الناقل اللي يروح للسطيف اللي يروح للقسمطينة يخذ معاهم المسافرين يروحوا للسطيف يخذ معاهم يروحوا للبويرة يروحوا للبرج وهكذا يعني وهذا تطلب وقت نوعا ما في السابق هذا المواطن كان مباشرة من يلحق الخروبة يروح لكن الآن بحكم أنه عدد المسافرين قليل وقليل جدا مقارنة بالأيام الأخرى أنا يقول أمس فقط جاوزنا الربع ألاف لكن في السابق كنا نديره حتى 28 ألف حتى 30 ألف مسافر في اليوم يعني كل هذه العملية أنا نقول أنه خلال الأسبوع الأخير هذا يعني هناك مجهودات كبيرة بذلت داخل المحطات البرية وعلى سابق وما نتكلمش فقط على محطة الخروبة هناك محطات برية كبيرة بحجم مثلا وليت سطيف عدد المسافرين تقريبا يقارب محطة الخروبة عنا عنابة عنا قسمطينة عنا ثمسان عنا بالعباس عنا ورقلة كل هذه المحطات اللي كانت تشتغل في هذه الأيام بعدد كبير من المسافرين وين لغينا كل يعني عطل عمالنا عمال سجرال وكذلك ونعود يعني من خلالكم نحيي يعني روح المسؤولية والتفاهم للناقلين وكذلك الممثلين الناقلين ليخذوا معنا المبادرة وينغطينا المرحلة هذه يعني ما يبقى حتى مواطن ما روحش قبل العيد يعني ما روحش الأهل قبل العيد يبقى يوم العيد يوم العيد هو تقريبا احنا كنا تكلمنا أننا نضمن يعني السيرفيس مينيمون يعني الحد الأدنى للخدمة وهذا ما تم بالأمس بالفعل ونتكلم إذا تكلمت على الخروبة نتكلم على النقل ما بين الولايات نعم ما بين الولايات النقل ما بين الولايات يعني تقريبا كل المواطنين يخذوا احتياطاتهم خلال الأسبوع هذا يبقى فقط يوم العيد هناك استثناء قلة يعني يعني عدد المسافرين قليل جدا أنا رحظنا أنه الناقلين يعني ربما شاهدتهم أنه الناقلين يتكلموا على عدد المسافرين ما كانش لأنه ما يقدرش ما يقدرش ناقل بحافلة يتنقل إلى أدرار ولا التمرست ولا العنابة بمسافر واحد أو باثنين هناك وسائل وسائل أخرى نعم في حال ربما اضطرار يعني العائلات لقضاء الليل بالمحطة البرية ربما ما هي الإجراءات التي تقومون بها لتأمينها أم تستعينون بحافلات إضافية عفوا كلما استدعت الحاجة بطبيعة الحال نحن أولا نعمل على أمن أمن المسافرين كما ذكرتك أنه أجهزة متطورة الآن عندنا على مستوى محطة تقربة تنسيق مع أعوان الأمن الأمن العمومي وكذلك أعوان سقران يعني الأمن كل من هو موجود داخل المحطة وفي محيط المحطة نقدمه ليد المساعدة بطبيعة الحال وإن كان يكون عدد محترم للمسافرين نحن لبريبي دي بار نبعثوا هذلك المسافرين وهذا يصرعنا يوميا يعني عدد المسافرين في كل مرة خاصة في هذه الأيام يعني في هذه الظروف لأنه نحن في هذه الظروف يعني نستعد أكثر نستعد أكثر من الأيام العادية أنا أذكرت لك أنه عمالنا يعني ولي نزيد من خلالكم ومن حيهم أنهم خدموا أكثر من 16 ساعة في المحطات البرية لذلك أنا نقول أنه كل مجهوداتنا ومع هذا أنا نتفهم وضعية المواطن هذا لربما كان يعمل هنا يوم العيد أو قبل يوم العيد يعني ربما في يوم قبل العيد كان يوم الشكمة وليس متأكد من هذا اليوم لكن هذا ما يعنيش أنه تخلينا عن المسافرين ما بقى حتى مسافر حتى أمس حتى المواطن هذا اللي كان يتكلمه الآن واتدقل يعني راح في حافلة لتروح للغواط هو الحاسي باحض لكن نقلناه للغواط يعني ما بقى حتى مسافر داخل المحطة البرية نعم ربما ما هو الرقم يعني الذي تتوقعونه يعني من حيث عدد المستفرين الذين استغلوا محطة الخروبة خلال هذا اليومين يعني أمس 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 تجاوزنا ربع آلاف ربع آلاف وثلاثمائة اليوم النقل عادي اليوم النقل عادي يعني كل الخطوط مفتوحة أنا الآن أنا الآن كنت في المحطة البرية الآن يعني جيت مباشرة للقناة من المحطة البرية كل الخطوط مفتوحة وكل عمالنا موجودين في المحطة البرية يعني يمكنكم معاينة هذا واللاحظوا أنه كل البرنامج العادي اليوم يعني استمرنا فيه بالرغم من نقص عدد المسافرين ونقص كبير لأنه طبعا في النقل هناك يعني نحن مؤسسة مطالبة بنتائج وبخدمة عمومية نحن نوفر خدمة عمومية ولذلك أنا نقول أنه خلال هذه الأيام كان تكاتف كبير وتعامل يعني إيجابي بين مديريات النقل بالتنسيق مع الأمن الوطني مع أعوالنا كذلك طبعا برعاية الوزارة وزارة الأشغال العمومية والنقل لتقدمنا وتساعدنا وتمد كل المساعدات أثناء يعني هذه العملية لأنها عملية حساسة ومن خلالكم كذلك أنا نقول أنه كل هذه العمليات تقريبا تجاوز 165 ألف مسافر والحمد لله بدون أي حادث يذكر لحد ساعة لم نطلق أي حادث سواء داخل المحطات البرية بالنسبة للنقل المسافرين سواء داخل المحطات البرية أو خارج المحطات البرية نعم ربما لو نطرحوا يعني مشكل الاكتظاظ ربما شفنا أنه في بعض المناسبات يعني المحطات البرية مثلا المحطات الخروبة تشهد اكتظاظا يعني قبل يطرح هذا المشكل في كل مناسبة ربما ما هي الحلول يعني المرجوة الاكتظاظ الآن هو نحن قضينا على الاكتظاظ هذا لأنه رقمنا العملية رقمنا عملية حجز التذاكر إلى غير ذلك هذه يعني أصبحت عملية كين لف الوديتي داخل المحطات ولكن المواطن أحيانا ربما تخوف المواطن ليجعله ومن حقه ليجعله يجي مثلا في الصباح الباكر يعني 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 على العشرة باش يروح على الساعة الثالثة وللرابعة في المساء يقتني تذكير ويبقى في المحط أما طريقة بيع وشراء التذاكر هي عملية مرقمنة وسريعة جدا الآن هذا الاحتجاج لبعض المواطنين ومن حقهم هو بالنسبة أصلا هو منتظر ونحن نتوقعين لأنه في كل مرة في كل مرة في يوم عيد يكون نفس المشكلة أنه يوم العيد فقط يوم العيد فقط يكون بعض المسافرين القلة والقلة جدا أنهم يتنقلوا يجون المحطات البريد يعني مشكل مناسباتي فقط مناسباتي فقط نعم ربما سؤال هل شركة سوغرال هي شركة ربحة بطبيعة الحال الآن لأنه هناك بعض المحطات هناك نحن لا نتاجر مؤسسة هي ليست مؤسسة تعمل على التجارة لأنها هي مؤسسة خدماتية نحن نعمل على خدمة المسافر ولكن في نفس الوقت لابد من مدخول لهذه المؤسسة نعم نعطيك على سبيل المثال هو عندنا عدد كبير من المحطات البرية لم تدخلش فوائد لكن لا نستغنى عن خدمة هذه المحطات كما ذكرت وعندنا على مستوى على مستوى وطني عدد المحطات تتجاوز 74 محطة نجم نقولك أكثر من 40% أكثر من 40% هي إيكيليبري مش ما نقولش يعني أنها ما هيش مربحة نعم إذن شكرا لك سيد عزدين بوشهيد المدير العام لشركة تسيير واستغلال المحطة البرية لنقل المسافرين الخروبة بالعاصمة شكرا لحضورك معي صباحة اليوم شكرا لك على كل هذه التوضيحات